هلا لو اخدنا الشونت ماشين كونترول خلي هون سفرتلي اكسايتد هطلع على سفرتلي اكسايتد ماشين هاي عندي هون بي بي هاي ار اي هاي الارمتشر هون عنا هاي ار اف راح افطلب هون عندي ار ادجوستين او ار ايبن هاي الفيلد ميسمينا هاي سفرتلي اكسايتد هون عندي الفيلد تحكم بالفيلد مخصول تباما عن الارمتشر لا حتى نتحكم في هاي الماشين في عندي تو اوبشن هلا طبعا هذا التاني مش مستخدم كثير المستخدم اكتر الاول كيف ممكن اتحكم في هاي الماشين ايش اللي بادر اغيروا فيها تغير سرعتها او تورك تبعها راح نشاقط را غير اوكي فرا افطلب الان من الحال الاولى انه وعادة تكون يبقى بسيرز رزيسترز يبقى بخط فبكون جايها بي سورس بي سورس بي سورس كونستنت وانا هون بستعمل باور الكترونيكس بي سورس بي سورس وانا نعسمي هادي هون ب ب و ب ب بتساوي آي ا ر ا زائد اي اندوست ويندوست شو بتساوي بتساوي كر في أميجا بفا تزغط وعندي هادي هون بي بي التورك شو بتساوي كر اي ا بالحالة هاي بفا تزغط فصارت عندي اي ا بتساوي التورك على كر ازا عوضنا هاي المعادلة في المعادلة هاي الموجودة هون شو بصير عندي بصير عندي بي بي بتساوي محل ايه ايش راح حط تورك على كي فاي مضروك في ر اي ناقص زائد كي اوميجا في الفاي انا بدا حط معادلة بين سبيد والتورك ايش لازم اعمل بديو انه الواحد من هدول على الجهة التانية راح اخذ هذا الول على الجهة التانية فبصير عندي التورك مضروك في ر ايه على كي فاي بيساوي بي بي مينس كي اوميجا فاي راح اقرب الكل الان في كي فاي راح يصير عندي التورك بيساوي كي فاي مضروك في بي 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 ناقص كي سكوير فاي سكوير على ر ايه وهاي على ر ايه وهاي مضروك فيه انا العلاقة عمدي بين مين ومين ايش العلاقة هاي فاي هاي معادلة خط ولا كي معادلة خط لانه هادا من هون في كونستان هاي فبتناها ضلت كونستان بي بي كونستان بي بي راح نغيرها من هون بس هلا راح اثبتها لكل حالة من الحالة خلينا اخطرت الان انه في بي كونستان شو صارت الى علاقة بين تاو واميجا هاي صارت في الشكل كأنها واي بيتساوي كونستانت مينس ام في اكس مزبوط السلوب تبعها دائما قديش السلوب تناسب مع فاي سكوير ار ايه بس الول كلهم كونستانت فهذا خط نازل نزول فيه الو كونستانت انترسيبت ايش الانترسيبت احنا منسميه انترسيبت هو هاد هاد خط السلوب تبعه مينس ام والانترسيبت هون سي هون كونستانت وباعتمد على هاي القيم اللي موجود هون والسلوب باعتمد على كي سكوير هلا ازا غيرت بي بي ايش بصير بهذا الخط هادا ما بتغير مظبوط ازا غيرت بي بي غيرت البوتج اللي موجود هون هادا ما بتغير فالسلوب بيضل مين اللي بتغير الانترسيبت فايزا غيرت الديفرنز بالي بي بي طبعا هادي هون عندي سبيد في الحالة هاي انا حاططها بدلالة اوميغا راتس وهادي هون الانترسيبت طبعا هادا التورك مينوتن ميتر خلينا احط هون V4 V3 V2 V1 VB بتساوي V4 أو V3 أو V2 أو V1 و V4 أكبر من V3 أكبر من V2 أكبر من V1 إزا هون السؤال إزا غيرت V بتغييري الى الـ power electronic device الموجودة هون غيرت الـ parameters تبعتها إيش رح يصير بهذا الخط؟ هل رح يتغير تبعوه؟ لا تبعوه رح يضل رح يصير يتغير الـ تبعوه منهم وكلما كبرت V وين رح يتحرك هذا الخط؟ بهذا الاتجاب هذا مبدأ تحكم مبدأ التحكم الحديث للمحركات هون باظر أغير والتورك تبعت هذا الـ أو فباظر أعمل تحرق لـ فلو عندي بهذا الشكل كل ما غيرت V رح تغير نقطة أو الـ رح تتغير من هون ومن هون فممكاني بتغيير الـ تغيير الـ بكون عن طريق power electronic device مثلاً عمالي بغير وطبعاً إزاً وطبعاً إحنا مفترضين إنه في كل الحالات هاي اللي موجودة هون هاي من أكتر الطرق شائعة اللي تتحكم في تبعاً بعمله بثبت الـ أو ممكن يكون permanent magnet وبثير أغير مجيب سواء كان AC أو DC الأC أو DC بركب له power electronic device والpower electronic device بتغير اللي موجود هون بتغير اللي موجود هون كل ما زلتو بتحرك أو هون طبعاً هادي كلها بتمثل steady state conditions وبعد ما يختفي ترانسلت هاي كل هدول النقطة من النقاط هاي هي stable point of بحيث 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 بحيث